هدد إيميليانو سيبيستيانو وكيل أعمال اللاعبين باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لشكوى نادي النصر والاتحاد السعودي لكرة القدم وقال سيبيستيانو لصحيفة أرجنتينية اليوم إنه عمل بطريقة غير لائقة على حد وصفهم مسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبتجاهل لا ينبئ باحترافية إدارية كما وصف وكان إيميليانو يتحدث عن ما أسمعه حقوق متأخرة لوكيله اللاعب الأرجنتيني مانسو على نادي النصر ومباشرة يلتحق بنا الآن عبر الهاتف إيميليانو سيبيستيانو وكيل أعمال الأرجنتيني مانسو سيد سيبيستيانو أولا أريد أن أسأل ما هي مطالبكم القانونية؟ نحن نطلب أن ينال اللاعب مانسو الدفع المالية المستحقة بتاريخ العاشر من ديسمبر بحسب العقد الموقع مع نادي النصر هم وعدون بالدفع في العاشر من ديسمبر ولا يحق لهم تسجيل أي لاعب جديد حتى يتم الدفع إلى مانسو نعم طيب فيما يخص الشكوى التي تحدثت عنها في صحفين أرجنتينية هل تقدمتم بشكوى رسمية؟ ولمن هذه الشكوى؟ لمن تقدمتم؟ قمت بتقديم الطلب إلى الاتحاد السعودي حول قضية اللاعب مانسو وإنه لم يتلقى المبلغ المطلوب وخاطبت الاتحاد السعودي ثلاث مرات طلبت منهم عدم السماح بتسجيل أي لاعب جديد للنصر حتى يتم تسوية هذا الموضوع للأسف قاموا بالسماح للنصر بتسجيل لاعب جديد ولعب معهم في مبارتين الأمور تعقدت في هذه القضية أعتقدوا بأن الاتحاد والنصر لم يتصرف بطريقة صحيحة النادي لم يدفع والاتحاد لم يمنعهم من تسجيل لاعبين جدد طالما لم يتم الدفع لمانسو طيب لماذا في هذا التوقيت بالذات بدأتم أنتم كوكلة لمانسو في إثارة الموضوع يعني مثل هذا التوقيت أيضا يثير بعض الاستفهامات قبل مباراة دير بمهمة للنصر أمام الهلال بماذا تعلق في الحقيقة لم نكن نعلم بوجود هذه المباراة المهمة للنصر غدا لا نهدف لأي شيء من طرح القضية أمام وسائل الإعلام سوى الحصول على المستحقات المالية التي وعدنا بها منذ أكتوبر تم تحديد ديسمبر كموعد نهائي للحصول على الدفع المالية والآن نحن في نهاية يناير ولم يتم الدفع نعم سنقوم بكل ما هو ضروري وصولا للإتحاد الكروي وسنواصل الكفاح لنيل الأموال لللاعب طيب جميل طيب يعني اسمح لي كيف خاطبتم من الاتحاد السعودي يعني هل تكلمتم مع أحد معين هاتفيا أو بالمراسلة كيف كانت وسيلة المخاطبة بينكم أرسلت بالفاكس إلى الاتحاد السعودي ولدي نسخة من وصل الاستلام الخاص بهذه المخاطبات تم إرسال نسخة منها إلى نادي النصر أمتلك تأييد محامين يقدمون نصيحة قانونية حول كيفية التصرف في هذا الوضع اشتركوا في القناة